موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سندرس اليوم المحاضرة الثامنة لامتحان توبيك رقم واحد أولا سنتعرف على أهداف اليوم أو ماذا سندرس اليوم في هذه المحاضرة وسندرس اليوم أولا في الاستماع تكي سندرس كيف نتعلم نتعلم كيف نرد على السؤال باستخدام قواعد الإجاب والنفي وباستخدام الكلمات التالية مثل ثانيا يجب أن نتعرف أيضا على أدوات الاستفهام التالية واختيار الإجابة المناسبة لكل أدى مثل موسيقى ودوغران ودوغا ودوغهنت وطوكي وديسو هذا بالنسبة للإستماع أما بالنسبة للقراءة فسندرس اليوم أولا كيف نختار موضوع النص حسب الكلمات الموجودة في هذا النص وثاليا يجب أن نتعلم أيام الأسبوع والشهر والسؤال والإجابة باستخدام هذه الكلمات وأيضا يجب أن نتعلم المصطلحات التالية تارادا بوتادا عنادا تار ماندلدا أيضا يجب أن نتعلم كلمات متعلقة بعيد الميلاد مثل سنجل و سنجل باتي باتي ره هدا سنجل سنمول و سا جدا هذا كل شيء بالنسبة ل ملخص اليوم وما سندرسه اليوم من مواضيع الآن سننتقل إلى أولا الإستماع وفي بداية الإستماع سندرس مثال في هذا المثال أولا نقرأ المثال معا رقم واحد البن قبل أن نبدأ برقم واحد أولا سندرس المثال أنا عاسفة بوغي كومبوري هايو كومبوري هايو وهذا سؤال شخص يسأل شخص آخر كومبوري هايو الإجابة أثنان أنيو كومبو예요 ثلاثة أنيو كومبوري هايو وأربعة أنيو كومبوري جواهيو أحب الدراسة بالنسبة ل قواعد هذا السؤال أولا لدينا قاعدة ال ال هدا هدا وال الصيغة الصيغة العدم الاحترامية منها هايو الصيغة هايو الصيغة الاحترامية همنيدة المثال على هذه الجملة كومبوري هايو يورير هايو صيوم هايو مثال يورير هايو الإجابة ني يورير هايو إذن السؤال والجواب كما قلنا دائما الإجاب الجواب والسؤال نفس الشيء أما النفي فهو عكس السؤال السؤال يورير هايو النفي انيو يوري ري انهيو لا اطبخ القاعدة الثانية اسم بلاس ييو او يييو حسب وجود باتشم كما تعرفون باللغة الكورية كومبو ييو ني كومبو ييو اسم و يييو الاجابة بالنفي العكس انيو كومبو انيييو انييو على المثال الثالث او احب و لا احب و القأنييكل كومبو ريجواهيو هال تحب الدراسة ني كومبو ريجواهيو نعم احب او انيو كومبو ريجواهيو لا لا احب الدراسة هذا بالنسبة للقواعد و بالنسبة للقواعد المذكورة في المثال الإجابة الصحيحة للمثال هي رقم واحد 정답 رقم واحد نه كمبور ننتقل الآن إلى رقم واحد في الاستماع رجل ومرأة يتحدثان المرأة تقول الرجل ماذا يجب أن يقول الجواب الأول نه ساجوني مانا يو اثنان نه ساجوني أبسا يو ثلاثة أنيو ساجوني يو أربعة أنيو ساجوني جوائيو بنسبة لقواعد و كلمات هذا النص أولا لدينا كلمة ساجون قاموس وثانيا إتا يوجد أبتا لا يوجد منتا كثير و تكتا قليل جوايو جيد أن جوايو ليس جيد إي يوجد ولا يوجد كما قلنا و إسم بلاس ييو أو يييو حسب وجود باتيم أو عدم وجود باتيم وأخيرا إيغا جوايو أنجوايو هذا جيد وهذا ليس جيد هذا بالنسبة للقواعد ننتقل إلى السؤال مرة أخرى السؤال الجواب يجب أن يكون مثل السؤال أو عكس السؤال يوجد قواميس كثيرة الجواب الثاني هذا الجواب خطأ لأن السؤال أصلا إذا كان الجواب بالإيجاب يجب أن يكون الجواب والسؤال نفس الشيء إذن خطأ ثلاثة لا هذا قاموس وهذا خطأ لأن السؤال فيه كلمة يوجد أربعة في السؤال لا يوجد كلمة جيد أو ليس جيد لذلك الخطأ إذن رقم واحد الإجابة واحد ننتقل إلى الأمثلة بالنسبة للأمثلة أولا لدينا إيغا إستايو ني إستايو أو معنايو لا يوجد أو يوجد بكثرة مثلا هل يوجد كتاب ني إستايو أو ني معنايو يوجد كثيرا أو أني أوبسويو لا يوجد المثال التالي إيغا أوبسويو الإجابة ني أوبسويو أو أني إستايو مثال هل لا يوجد كتاب هذا السؤال هذا السؤال تيقي أوبسويو الإجابة ني تيقي أوبسويو الجواب والسؤال نفس الشيء أو يوجد كتاب يجب أن يكون الجواب عكس السؤال إذا كانت الإجابة بالنفي إيغا جوايو نفس الفكرة نفس الشيء هل الكتاب جيد ني تيقي جوايو أنيو تيقي أن جوايو نعم الكتاب جيد أو لا الكتاب ليس جيد ننتقل إلى المثال التالي يهيو و إيهيو هذا السؤال والجواب ني يهيو آنيو آنييهيو مثلا چهي يهيو هل هذا كتاب ني چهي يهيو نعم هذا كتاب أو آنيو چهي آنييهيو لا هذا ليس كتاب أو آنيو سا جونيهيو لا هذا قاموس هذا بالنسبة للأمثلة 2번 ساقوة سايو ننتقل الآن إلى الاستماع رقم 2 2번 الرجل يقول ساقوة سايو هذا سؤال هل الفواكه الرخيصة أو عفوا التفاح ساقوة سايو الإجابة الإجابات الأربعة هي ني ساقوة 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 صغيرة اثنان ني ساقوة إسا ثلاثة آنيو ساقوة بيستا أربعة آنيو ساقوة آنيييو كلمات وقواعد هذا الموضوع أولا ساقوة تفاح سايو رخيص بيستا غالي ساقوة صغير كوية كبير هذا بالنسبة لأمثلة الكلمات والقواعد الجديدة الآن مرة أخرى بالعودة للسؤال ساقوة سايو هل التفاح رخيص الجواب يجب أن يكون نفس السؤال إذا إجاب وعكس السؤال إذا نفي إذن رقم واحد ني ساقوة التفاح صغير خطأ لأن السؤال أصلا رخيص إثنان ني ساقوة يسايو يوجد إذن خطأ ثلاثة آنيو ساقوة يسايو لا التفاح غالي وهذا هو الجواب الصحيح لأنه عكس السؤال والإجابة بالنفي وأخيرا آنيو ساقوة آنييو لا هذا ليس تفاح السؤال هل التفاح غالي؟ آفون هل التفاح رخيص إذن الإجابة 정답 ثلاثة 3번 주말에 어디 갔어요? ننتقل إلى رقم ثلاثة 3번 رقم ثلاثة 주말에 어디 갔어요? أين ذهبت في الإجازة أين ذهبت في الإجازة الإجابة واحد 어제 갔어요 ذهبت أمس ذهبت أمس إثنان كومون에 갔어요 ذهبت إلى الحديقة 동생 갔어요 ذهب أخي الصغير جوهاغ 갔어요 ذهب معي ذهب معي هذا الرقم الآن سندرس كلمات هذا السؤال كلمات عطلت عطلت نهاية الأسبوع كت ذهب كون حديقة أخي الصغير أين نغ من 언제 مت نغ مع 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 من أو كيف الآن ننتقل مرة أخرى إلى السؤال قلنا أن السؤال فيه يجب أن يكون الجواب فيه مكان لذلك رقم واحد أمس هذا وقت إذن خطأ رقم اثنان ذهبت إلى الحديقة هذا مكان إذن هذا هو الجواب الصحيح هذا أيضا ليس صحيح هذا أيضا خطأ إذن السؤال أين والإجابة مكان إذن نقرأ المثال على كل أدات استفهام ظهرت في هذا السؤال أولا أين إذن يجب أن تكون الإجابة مكان أين ذهبت ذهبت إلى البيت ذهبت إلى المدرسة ذهبت إلى الحديقة إذن 언제 مت يجب أن يكون الجواب وقت 언제 갔 مت ذهبت 어제 اتل 전에 أو 작년 갔 ذهبت أمس أو ذهبت قبل يومين أو ذهبت مساء هذا بالنسبة الوقت وآخيرا دو 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 من ذهبت أمس 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 ذهبت الهدات الإستفاهم التالية دو دو ران ما من دو ران 난 누구랑 축제에 갔지? ما عمان ذهبتو إلا المهرجان هو يفكروا بين هو بين نفسي 저하고 갔어요. ذهبتا معي الأدات الليستفامة داليا 어떻게 서울에 어떻게 갔어요? كيف ذهبتا إلا سيول بس تاقو 갔어요 ركبتو الباس أو ذهبتو بالباس 4번 무슨 운동을 배우고 있어요? ننتقل الآن إلى رقم أربعة من الإستماع 4번 الرجل يقول 무슨 운동을 배우고 있어요? أي رياضة تتعلم واحد أتعلم في الصباح سوينغل 배워요 أتعلم في الصباح 친관 تت 배워요 أتعلم من صديقي أتعلم في الملعب الكلمات والقواعد موسن أيو دوغو هنته من من أوديسو أين مكان مكان القيام بالفعل أتشم صباح تونيو مساء أوهو بعد الظهر بام ليلان وندوم الرياضة سوينغ سباحة چينغو صديق وندوم جان ملعب باودة يتعلم يقوم بعمل الآن أو بشكل مستمر مضارع مستمر هنت أو يتعلم من هذا بالنسبة للقواعد ننتقل الآن إلى السؤال مرة أخرى بوسن شخص أو ليس مثلا مكان السؤال موسن إذن الجواب شي أتشم أتعلم في الصباح سوينغ أتعلم السباحة تينغوان تباو أتعلم من صديقي وندوم جان أتعلم في الملعب الإجابة الصحيحة طبعا لهذا السؤال هي رقم 2 تونغ داب 2 سوينغ أتعلم السباحة ننتقل إلى الأمثلة أولا موسن موسن كومبوري هسأيو أيو دراسة تدرس ينغو كومبوري هيو أدرس اللغة الإنجليزية إثنان دوغو هانته 피انوري دوغو هانته بيوغو إثنان ممن تتعلمين الفيانو أتعلم من أتعلم من أختي الكبيرة ثلاثة أود이서 أين أمكان القيام بالفعل أين تلعب الرئيوضة أوندون جاني سوهيو ألعب الرياضة في الملعب ننتقل الآن إلى القراءة إلقي أولا سنقرأ المثال بوغي ساقوة ساقوة اسم نيدا كريغو پيدو اسم نيدا الآن يجب أن نستخرج موضوع النص ساقوة اسم نيدا يوجدو فواكه كريغو پيدو اسم نيدا ويوجدو أيضا إجاز إجاز كوري په ما موضوع هذا النص ساقوة تفاح بي إجاز كوري يو أيام كنبو دراسة كايل فواكه سين عيد ميلاد طبعا القواعد المذكورة هنا إيغا إتا أبدا يوجدو ولا يوجد بانانا اسم نيدا ساقوة أبسم نيدا يوجدو موض ولا يوجدو تفاح ثانيا كريغو اسم طو إتا پاني اسم نيدا يوجدو قلم تكتو اسم نيدا ويوجدو كتاب أيضا يوجدو أيضا نعم الآن بالنسبة لأيام يويل إريويل وريويل هايويل مثلا إذن عندما يكون النص حول الأيام سنشاهد هذه الكلمات كونبو الدراسة قد نشاهد كلمات مثل تسوغان 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 ولكن عندما يكون الموضوع عن عيد الميلاد سنشاهد كلمات مثل كايك باتي تسوغان إذن ننتقل الآن إلى مرة أخرى إلى السؤال السؤال تفاح وإجاز إذن بالطبع الإجابة الصحيحة رقم ثلاثة رقم ثلاثة كوائل الفواكه تسوغان ثلاثة ننتقل الآن إلى رقم واحد وثلاثين من القراءة سامشي بإلبون الكلمات في هذه القواعد أو الكلمات في هذا النص أولا اليوم وال شهر اليوم نيل غدا نلت تاريخ عطلة صباح هارو يوم من المهم جدا هنا أن نتعلم الأيام والتواريخ لذلك سندرس معكم التاريخ والأيام لندرس معا أو نقرأ معا إيرول يناير إيول فبراير سامول مارس ساول أبريل أول مايو يول يونيو وطيرول يوليو بارول أغسطس كوول سبتمبر شيول أكتوبر شب إيرول نوفمبر وشب إيول ديسمبر هذه هي الأشهر أما بالنسبة للأيام ندرس الأيام أو نقرأها معا طويويل السبت إيريويل الأحد وريويل الإثنين هايويل الثلاثاء سيويل الأربعاء موكويل الخميس كميويل الجمعة هذه الأيام والتباريخ يجب طبعا أن تدرسوها وأن تحفظوها جيدا الآن ننتقل إلى السؤال مرة أخرى السؤال رقم واحد وثلاثين اليوم هو واحد 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 من شهر واحد غدا اثنان من شهر يناير إذن عن ماذا يتحدث هذا الموضوع طبعا واضح جدا هو يتحدث عن التاريخ إذن الإجابة رقم واحد 정답 واحد نقرأ الأمثلة اليوم إذن اليوم هو الثلاثاء ننتقل إلى سؤال رقم 32 طبعا السؤال سهل وواضح الموضوع يتحدث عن الأخ الكبير الإجابة واضحة وهي رقم 2 ننتقل إلى 33 رقم 33 ما هو الموضوع يترى ما هي الإجابة الصحيحة يترى طبعا الإجابة الصحيحة هي رقم 2 لأن يوم الأحد ويوم السبت كما تعرفون إجازة في كوريا وهو يتحدث عن هذان اليومان وماذا يفعل في هذان اليومين إذن الإجابة عطلة نهاية الأسبوع رقم 43 و45 من القراءة رقم طبعا سندرس رقم 43 أولا ساشيب سام بون لذلك أكلت مع صديقي واحتفلت أشترى لصديقي جوارب رقم 43 يجب أن نختار المحتوى المناسب أو الصحيح نفس الجملة ذات نفس المعنى مع النص واحد حصلت على هدية عيد ميلاد اثنان اشتريت لصديقي جوارب وهذا خطأ ثلاثة قمت بحفلة وحتفلت بعيد ميلادي مع أسرتي وهذا خطأ لأنني احتفلت مع صديقي تسوقت وأكلت مع صديقي هذا خطأ لأنني لم أتسوق الإجابة الصحيحة هي واحد حصلت على هدية عيد ميلادي 정답 واحد رقم 44 ننتقل إلى رقم 44 44 어제 형과 스키장에 처음 갔습니다 그곳에는 스키를 타는 사람들이 많았습니다 우리도 즐겁게 스키를 탔습니다 سنبحث الآن عن الجملة الصحيحة في هذا الموضوع واحد أذهب عارة أو غالبا إلى مكان التزلج اثنان أذهبت بمفردي إلى مكان التزلج قابلت أخي الكبير هناك طبعا سنعرف بعد قليل قبل ذلك يجب أن ندرس القواعد والكلمات المهمة في هذا النص أولا هينغ أخون كبير سكي جان ملعب للتزلج هونجا بمفردي طوم هدا طوم قدا طوم مقطع فعلت أو ذهبت أو أكلت لأول مرة سكير تدا يتزلج تلقبك مع فعل يستمتع بشيء أو يفعل شيء باستمتاع تاجو قدا يذهب غالبا أو كثيرا هونجا قدا يذهب بمفردي الآن ننتقل مرة أخرى إلى السؤال هذا خطأ لأنه قال أنا ذهبت أول مرة أمس إثنان 저는 어제 سكير تتسم니다 تزلجت أمس صحيح ثلاثة 저는 سكي جان에 혼자 갔습니다 ذهبت بمفردي خطأ لأنه قال ذهبت مع أخي هينغ أربعة 저는 سكي جان에서 هينغ을 만났습니다 قابلت أخي هناك خطأ لأنني ذهبت معه إذن 정답 إثنان نقرأ الأمثلة 한국 음식을 처음 먹습니다 أول مرة أكل طعام كوري 영화를 즐겁게 봤습니다 شاهدت الفلما بستمتع 저는 영화관에 자주 갑니다 أذهب إلى السينما غالبا أو كثيرا 어제 서울에 혼자 갔어요 ذهبت إلى سيول بمفردي أمس 어제 형과 سكي جان에 처음 갔습니다 سنو ترجم الآن 그곳에는 سكير을 타는 사람들이 많았습니다 ولدو ترجم الآن سكير을 탓습니다 ذهبت مع أخي أمس إلى ملعب التزالج لأولي مرة بذلك المكان يوجدون الكثير من الأشخاص يتزالجون نحن أيضا تزالجنا بستمتع وخمسا واربعين نادروس رقم خمسا واربعين 45번 저는 요리를 못합니다 그래서 매일 학생 식당에서 밥을 먹습니다 학생 식당은 음식값이 싸고 كمتي 가 마시습니다 باش الننمشيك طعام لذيذ تال من دلده يدقن صنع شيئما عن هذا لا يفعل بالعودة إلى المثال 저는 요리를 못합니다 لا أستطيع أن أطبخ 그래서 매일 학생 식당에서 밥을 먹습니다 لذلك 매일 كل يوم آكل في مطعم الطلاب 학생 식당은 مطعم الطلاب 음식값이 싸고 سعر الطعام فيه رخيص وكمتي 가 마시습니다 وكمتي لذيذ فيه هذا بالنسبة لي الترجمة أما بالنسبة لي الإجابة الصحيحة من 1 إلى 4 نقرأ 학생 식당은 조금 비싸입니다 غالي قليلا خطأ 학생 식당에 김치가 없습니다 لا يوجدو 김치 خطأ 저는 학생 식당에 날마다 갑니다 أذهب كل يوم إلى مطعم الطلاب صح 저는 맛있는 음식을 잘 만듭니다 أصنع طعاما لذيذًا خطأ يعني هو قال 요리를 못합니다 إذن الإجابة الصحيحة 3 نقرأ الأمثلة يوريري تارييو هل تطبخ جيدا أنيو يوريري بتايو لا لا أستطيع أن أطبخ يوريري هيو هل تطبخ أنيو يوريري عن هيو لا أطبخ وريسون زني من يبقو يوميون هاميدا مدرساتنا جميلة ومشهورة إذن هذا كل شيء اليوم بالنسبة للقراءة والاستماع نلخص ماذا درسنا اليوم أو عن ماذا تكلمنا اليوم أولا درسنا أسماء الاستفهام وهي مثلا بوسن أيو نوغوران معمن نوغا من دوغوهنت لمن أوتوكي كيفا أوديثو أين ثانيا درسنا الصفات مثل بيسايو غالي والعكس سايو رخيص وكويو كبير تاقايو صغير وتعلمنا كيف نرد على السؤال باستخدام جوايو أو أنجوايو أو ييو ويييو هذا بالنسبة للإستماع أما بالنسبة للقراءة فدرسنا وتعلمنا كيف نقول التاريخ واليوم والأشهر وتعلمنا أيضا كيفية استخدام واستخراج موضوع النص حسب الكلمات المذكورة فيه ودرسنا كلمات المتعلقة بعيد الميلاد أيضا ودرسنا فعل هل سوئتا هل سوئبتا يستطيع ولا يستطيع أيضا درسنا متهدا وترهدا يتقن ولا يتقن هدا وأنهدا يفعل ولا يفعل ودرسنا أيضا أفعال مثل تلقوبكي هدا تلقوبكي هدا تهاجو هدا هنجا هدا 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 وطوم هدا أول مرة أو توم مقطة يأكل لأول مرة هذا كل شيء بالنسبة لنا اليوم في القراءة والاستماع أتمنى لكم حظا موفقا وسعيدا شكرا جزيلا وإلى اللقاء